من هي مدينة التلال السبع؟ هي مدينة روما بالإنجليزية روم هي عاصمة الجمهورية الإيطالية ومركز الحضارة الرومانية العريقة تعد مدينة روما مركز روحي وفعلي للكنيسة الكاثوليكية الرومانية وأتباعها حول العالم إلى جانب مكانتها كمركز لذروة الإنجاز الفني والفكري وجميع هذه العناصر جعلتها اليوم عاصمة سياسية متميزة ومركزا دينيا روحيا ونصبا تذكريا للماضي تتمتع روما حديثا بمكانة مرموقة بين المدن الأوروبية فهي عاصمة الجمال والتاريخ وهي مركز جذب سياحي هام تسمى روما بمدينة التلال السبع وذلك لوقوع مدينة روما القديمة على السبعة تلال حيث بنيت مدينة رومولوس التاريخية على هضبة بلاتين وكان سبب بناء روما على تلة هو تسهيل الدفاع عن المدينة والسيطرة على ضفاف نهر التبر أما التلال السبع فهي هضبة كابيتولين وهضبة كيرينال وهضبة فيمينال وهضبة إسكيلين وهضبة كايلان وهضبة أفنيتين وتأتي أهمية الهضبات من الأديان القديمة حيث كانت تعد الأماكن المرتفعة أماكن ذات قدسية وتستخدم للعبادة وفيها يتم تقديم التضحيات للآلهة في دلالة على مدى الإخلاص في العبادة تقع مدينة روما في إقليم لاتسيو في قلب شبه الجزيرة الإيطالية وتقع على ضفاف نهر التبر وتبعد حوالي 24 كم عن البحر التيراني وترتفع 52 متر عن سطح البحر وتبلغ مساحة روما الإجمالية 1.1285 كم مربع ويبلغ تعدادها السكاني مليونين وثمانمائة ألف نسمة ثمانمائة ألف نسمة وذلك وفق إحصائيات سنة 2016 تتمتع روما بمناخ حار وجاف في فصل الصيف وتصل دراجات الحرارة إلى 24 درجة مئوية ولكن تنخفض دراجات الحرارة قليلا ليلا بفعل الرياح التي تهب من البحر التيراني في فصلي الربيع والخريف تشهد المدينة أعلى معدل أمطار يصل إلى 750 مليلتر مليمتر سنويا أما في فصل الشتاء فتشهد المدينة ساقط للثلوج أحيانا وليس كل سنة وأحيانا يكون الشتاءها معتدل وتصل دراجات الحرارة في فصل الشتاء إلى 10 درجات مئوية كما تشهد المدينة هبوب رياح باردة من الشمال بشكل متكرر تاريخ روما تشير الأساطير إلى أن مدينة روما تأسست على يد رومولوس في سنة 713 قبل الميلاد ولكن أصولها تعود إلى تاريخ أقدم من ذلك بكثير حيث تأسست المدينة بفضل تجارة الملح التي كانت تمر من نهر التيبر في طريقها إلى الساحل بالقرب من التلال السبعة التي بنيت عليها المدينة ومن المعتقد أن المدينة كانت محكومة من قبل ملوك الإتروسكي ثم استبدلها الملوك بجمهورية رومانية توسعت حتى البحر المتوسط ثم أصبح حكامها أباطرة بعد حكم الإمبراطور أغسطس الذي توفي سنة 14 قبل الميلاد وفي هذه الفترة أصبحت روما مركزا للإمبراطورية ومركزا حضاريا هاما بعد تولي الإمبراطور قسطنطين الحكم أحدث تغييرات هامة في المدينة أولها تحويل الدين الرئيسي للمدينة إلى المسيحية والثاني هو بناء عاصمة القسطنطينية في الشرق ليتم إدارة الإمبراطورية من جميع الأجزاء وبعد موت قسطنطين تراجعت مكانة روما والإمبراطورية الغربية وباعت محاولات البيزنطين في السيطرة عليها بالفشل وهنا كانت فرصة البابوية في السيطرة على المدينة بقيادة البابا جريغوري الأول في القرن السادس ميلادي وبدأت أهمية روما الدينية بالبروز وأصبحت مركزا دينيا للبابوية في سنة 1305 أجبرت البابوية على الانتقال إلى مدينة أفينيون وقد أدى غيابها إلى انقسام ديني وفي سنة 1420 استعادت البابوية السيطرة على روما بسبب كثرة الانقسام التي مرت به المدينة انتهت بالسقوط وبعد سقوطها تم إعادة هيكلة بناء المدينة وهيكلتها ودخلت روما عصر جديد أصدق عليه عصر النهضة وازدهرت المدينة بشكل كبير بعد هذا الازدهار بدأت إعداد الحجاج بالتناقص وبدأ اهتمام الحجاج بالأماكن الدينية البابوية بالانخفاض وانتقل التركيز الأوروبي من إيطاليا إلى فرنسا مما أدى إلى تراجع مكانة روما وفي سنة 1848 اندلعت الثورة في مدينة روما وأخرجت البابوية منها وتم إعلان الجمهورية الرومانية ولكن سقطت بعد الهجوم للقوات الفرنسية استمرت المقاومة الإيطالية حتى استطاعت القضاء على القوات الفرنسية وفي سنة 1871 أخرج آخر جندي فرنسي من مدينة وأعلنت روما عاصمة الجمهورية الإيطالية نظرا لتاريخ العريق الذي تتمتع به مدينة روما تضم المدينة العديد من المحالم التاريخية والدينية العريقة التي تعتبر مصدر جذب سياحي لملايين السياح سنويا ومن أبرز هذه المعالم والتي هي تعتبر من عجائب الدنيا السبع هو مصرح الكولوسيوم هو مدرج قديم تعود بداية بنائه لعام 72 ميلادي في عهد الإمبراطور في سبازيان وتم إنهاؤه سنة 80 ميلادي أي ثمانية سنوات من البناء في عهد ابنه الإمبراطور تيتوس وتم ترميمه عدة مرات لاحقا يقع الكولوسيوم إلى الشرق من المنتدى الروماني وتم وضع تصميم عملي ذي مدخل يتكون من 80 قوسا مما سيسمح لأكثر من 55 ألف مشاهد بالدخول بسهولة إليه يبلغ طوله 188 مترا وعرضه 156 مترا من المعالم المعروفة في مدينة روما هي البانثيون هو معبد روماني مكرس لعبادة جميع آلهة روما الوثنية وتم بنائه بين سنتين 118 ميلادي و125 ميلادي وقد بناه الإمبراطور هادريان كبديل لمعبد ماركوس في بسانيوس آغريبا الذي بني سنة 27 قبل الميلاد بعد أن حرق بالكامل في عام 80 ميلادي وبدأ استخدام البانثيون ككنيسة منذ سنة 608 يعد مبنى البانثيون أحد أكثر التحف المعمارية تميزا في العالم حيث يتكون من سلسلة من الأقواس الرائعة الصنع وثمانية أرصفة تدعم ثمانية أقواس مدورة تنتهي بقبة متقنة الصنع المعلم الآخر هو نافورة تريفي هي نافورة كبيرة تحتوي على تماثيل لآلهة وهي مستوحات من أقواس النصر الرومانية وهي أكبر وأشهر نافورة في روما حيث يبلغ طولها حوالي 26 مترا وعرضها قرابة 20 مترا وتصميم النافورة الحالي يعود إلى عام 1732 حيث تم تصميمها على يد نيكولاس صالفي وتم إنهاؤها في سنة 1762 ويتوسط التماثيل تمثال نيبتون إلى هالبحر محاط بتماثيل لترايتون أحدهما يصارع لركوب حصان البحر والآخر يركب حيوانا هادئ ويمثل هذان التمثالان حالات البحر في هيجانه وهدوئه يتبع الزوار الذين يزورون النافورة عادة رمي عملة معدنية في النافورة لضمان عودتهم إلى روما المعلم الآخر هو المنتدى الروماني هو ميدان عام كان يعتبر قلب المدينة قلب المدينة النابض طبعا حيث كانت تتركز الأعمال والتجارة والشؤون الإدارية للحكومة وتم تصميم المنتدى الروماني على يد المهندس المعماري ماركو فيتروفيو ماركو فيتروفيو وكان المنتدى مكان قيام أهم المباني في المدينة مثل قوس سيبتيموس سيفيروس الذي كان يستخدم لإلقاء الخطابات العامة كما يشمل المنتدى قوس تيتوس ومعبد زحل وكنيسة صان لوكا ومارتينا ومعبد فيستا وجميعها مربوطة عبر طريق ساكرا فيا الرئيسي المعلم الأخير المعروف في مدينة روما هو نافورة الأنهار الأربعة هي نافورة تقع في ساحة نافونا بالقرب من قصر بامفيلي في سنة 1647 قرر البابا إنوسنت العاشر إنشاء مسلة مركزية إلى جانب نافورة في الساحة في محاولة لتجميل الحي وتم الإعلان عن مسابقة لأفضل تصميم وتم أمر المصمم جان لورينزو بيرنيني بالبدء في تنفيذ تصميم النافورة وتمثل التماثيل الأربعة آلهة الأنهار الأربعة العظيمة والتي كانت معروفة في ذلك الوقت للجغرافيون وهي نهر النيل نهر القانج نهر الضانوب ونهر ريو ديلا بلاتا وكل تمثال كان مربوط بحيوان أو نبات يشتهر به النهر تم إنهاء العمل على النافورة في سنة 1651 ونحن سون موسيقى